تعالوا معي يا أحباب الكرام لنروا نظرة القرآن الكريم إلى الخيانة إلى أنواع الخيانة، ألوان الخيانة، صور الخيانة ده مش كده بس، القرآن يعني تخطى هذه المسألة إلى مسألة كيف نتعامل مع الخائنين وده اللي ممكن نسميه المنهاج القرآني في التعامل مع أهل الخيانة ومع الخائنين ده مش كده بس، ده القرآن الكريم تخطى أيضا هذا الأمر فتحدث القرآن الكريم عن عواقب الخائنين تعال شوف معايا يا كرام أول صورة من صورة الخيانة اللي هي قلنا أن هي نقصة أو تضيع خيانة الله ورسوله واحد يتعجب هو العبد الإنسان يمكن أن يخون الله ورسوله نعم إزاي شوفوا القرآن الكريم بيقول إيه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول هذه آية يفسورة الأنفان أيضا القرآن الكريم يقول ونهاف مع الآية الثانية وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم يا الله وإن يريد خيانتك الخطب لمن؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن يريد خيانتك خيانة الرسول فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم إذن هناك نوع من ألواع الخيانة يمكن أن يقع فيه الإنسان ولا يدري يا جماعة الخيانة مشان أخون صحبي أو أخون زميلي أو أخون جاري أو أخون أمي أو أخون أهلي الخيانة مفهوم شامل وكبير عايزين نفهم كويس ولذلك الكرآن هنا يقول وإن يريد خيانتك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقد خانوا الله من قبل إذن هناك خيانة لله وخيانة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولما نيجي بقى نشوف كلام الجماعة المفسرين رضوان الله عليهم إيه هي بقى يعني خيانة الله إيه خيانة الرسول فنجمع أقوال المفسرين جميعا فمنهم من يقول ونقولك في الأخير إيه هو الرأي منهم من يقول خيانة الله ورسوله الكفر بالله خيانة وهو ربنا أخذ مثاقنا أن لا نكفر به وأن لا نشك به شيئا أخذ مثاقنا أن نعبده أخذ مثاقنا ونحن في عالم الزر أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نشك به شيئا فمن العلماء من قال خيانة الله ورسوله الكفر بالله والكفر بالرسول من العلماء من قال الغدر خيانة ومنهم من قال خيانة الله ورسوله المكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه ومنهم من قال الخداع كما كان المنافقون يخدعون الله ورسوله وكانوا يعني يكذبون عن نبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال خيانة الله والرسول الكذب على الله والكذب على الرسول الافتراء على الله الافتراء على الرسول هذه خيانة ومنهم من قال الشرك ومنهم من قال يعني الكذب على الله وعلى الرسول يعني سورا كثيرة قالوها حتى قال بعضهم إن الخيانة وإي يريد خيانتك قالوا نزلت في عبد الله بن أبي الصرح كان كاتبا من كتبة الوحي ولياذ بالله حدثت له ردة ثم عاد وإن كنت أنا ممن يملون إلى تضعيف هذا السبب وهذه القصة وأن عبد الله بن أبي الصرح يعني عاش مسلما ومات مسلما وكان من كتبة الوحي رضو الله عليهم لذلك أنا مش أحكي لكم القصة التي قالها بعض المفسرين أو أوردها بعض العلماء في قضية ردة سيدنا عبد الله بن أبي الصرح المهم أن الردة أو الكفر أو الشرك أو الغدر أو المكر أو الخداع كل هذا ذكره المفسرون على أنه من خيانة الله ورسول واحد يسأل إيه هو الرأي الصحيح أقول لك اجتملت الآية الكريمة على كل هذه المعاني يعني كل مفسر من المفسرين لمح ملمحا أو صورة من صور خيانة الله ورسول إذن الآية عامة ويريد خيانتك فقد خال الله من قبل الكفر خيانة والشرك خيانة والغدر خيانة والمكر خيانة والخداع خيانة والكذب على الله ورسولك خيانة والردة خيانة والافتراء على الله والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم خيانة إذن لنحذر حتى الشيخ الطابري رحمة الله عليه صاحب جامع البيان في تفسير الطابري يعني يتحدث عن خيانة الرسول فيقول ترك سنته وارتكاب معصيته هذه جملته ترك سنته وارتكاب معصيته يرى أن نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيانة وأن معصيتنا نحن للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الخيانة أرأيتم هذا أيها الإخوة الكرام إذن بالله عليكم ألم أكن لحضراتكم إننا في أشد الحاجة إلى أن نفهم وأن ندرك معنى ومفهوم الخيانة لأننا قد نقع في صورة أو صورتين أو لونين من ألوان الخيانة والتي منها خيانة الله ورسوله من منا لا يقع أحيانا في الافتراء في الكذب في الغدر في الخيانة في المقر في الخداع في معصية النبي صلى الله عليه وسلم في ترك بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم إذن أحباب الكرام اللون الأول الصورة الأولى من صور الخيانة التي ذكرها الكرآن وطبع مش أقول الخيانة المحرمة إلا إذا كنت أقصد بيان الواقع وتوصف الحل لأن الخيانة كلها محرمة خيانة الله ورسوله هي الصورة الأولى الصورة الثانية خيانة الدين أنا ممكن أخونا الإسلام يمكن أن أخونا القرآن نعم يمكن أن أخونا السنة نعم خيانة الدين تضيع الدين تضيع العبادات تضيع الفرائد وهنشوف في الوقت يعني مثلا لما نكرأ ونعيزكم بقى تنتبه معايا في الآيات التي يحفظها الكثير من المسلمين هي قول الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوحي وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين هذه الآيات الكريمات هذه الآيات الجليلة العظيمة التي تتحدث عن خيانة امرأة نوح عليه السلام وخيانة امرأة لوط عليه السلام قد يتبادر إلى الزهن الخيانة العرض الخيانة العرض الخيانة الجنسية قد يظن البعض ذلك لكن في الحقيقة بشيء من التماهل والتريس والنظر في أقوال كل العلماء لا أكل جل العلماء وهو تفسير الخيانة التي جاء في هذه الآيات كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ما هي خيانة امرأة نوح لسيدنا نوح وما هي خيانة امرأة لوط لسيدنا لوط اسمعوا الشيخ الموردي في النكة والعيون وده من كتب التفسير الرائعة العظيمة التي تجمع أقوال العلماء بشيء رائع وجميل يعني من التفسير التي أحبها جدا الشيخ رحمة الله عليه في النكة والعيون الشيخ الموردي يقول لنا أربع صور من صور خيانة امرأة نوح وامرأة لوط لأنبياء الله ورسل الأولى أنهما كانتا كافرتين كفروا بالله وبالرسول والكفر بالله وبالرسول هذا أيضا نوع من أنواع الخيانة كما قلت لكم أنفا خيانة الله والرسول هذا أولا ويمكن أن تكون خيانة امرأة نوح وامرأة لوط لأنبياء الله ورسله أنهما كانتا منافقتين المترجم للقناة